أجيت إليكم بمعاني أخلاق قيم إحساني من هدي حبيب الرحمن فبهذا محمد أوصاني أسمع يا مؤمن من حكمه واتبع ما أوصى في سننه تظفر بالخير وباليومي وتقوز بجنات نعدني بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو وصي لنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كل ما تسمع كلمة بلغ من الصالحين في حياتهم أنه إذا كان في شيء لم يصلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعاملوا معه بالحياة طبعا هذا زيادة في الحب يعني إذا مثلا ما ورد أنه كيف النبي أكل بطيخ ما يأكل بطيخ هذا درجة عالية كثير من الحب في هذه السلسلة اخترنا جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام الكلمات الجامعات المانعات اللي فيها فائدة اللي هي مختصرة في عدد حروفها وعدد كلماتها ولكن لها أثر اليوم وصية النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرحم المسكين والضعيف من المسكين؟ المسكين الإنسان اللي ما له لا جاه لا مال ما له معروف غير عند الله فيه كان عند الله وجيها وفيه كان عند الناس وجيها مسكين ما في مال والناس مع أهل المال الضعيف الضعيف إما أن يكون ضعيف لعدم وجود سلطان أو شرف أو ضعيف بفقره هدول النبي كان يحتويهم لأنه إن أكرمكم عند الله أدخاكم كانت امرأة تقم المسجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقم يعني تنظف المسجد وكانت مريضة مريضة جدا نبي عليه الصلاة والسلام خبر الصحابة قال لهم إذا صر لشي خبروني وأمر بأن يتعاهدها الصحابة أن يوصلوا إليها الطعام والشراب ماتت في الليل فدفنوها سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قالوا دفناها يا رسول الله قال هل لا آذنتموني لكن ليش من خبرتوني قالوا ماتت ليلا قال فذهب إلى قبرها فصلى عليها أربع تكبيرات مين هي الأمبراطورة مين ضعيفة هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم نبي عليه الصلاة والسلام قال نظرت إلى أهل الجنة فإذا عامتهم من الفقراء ونظرت إلى أهل جهنم فإذا أكثرهم من النساء الجنة كلها درويش لأن الغني ماله فاضي كان مشغول في الدنيا أبغض الولائم أبغض الولائم هي الولائم التي يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء عزيمة لميتين زلمين مين فلان وفلان وفلان لك شي يكب وين الدرويش لك هدول اللي عم تعزمهن هدول مالهم مشتهين الأكل ولا يريدون الطعام أنت هدول اللي عم تتبارك فيهم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم كاني أجد بالشعر ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء شو الفقراء الفقراء إلى الله هم السلاطين والسادات والأمراء ليه لا ما عنده غير الله عود مع غني ما في غير بعنا واشترينا وثبتنا ومسافر رحلة العيد لا يذكرك إلا بإيش بالدنيا سيدنا أبو بكر الصديق لما ولي الإمارة خطب خطب خطبه من سطرين ونص ما بدأ لا نصاعة ولا ثلاثة أربعة ساعة قال وليت عليكم ولست بخياركم الضعيف عندكم قوي عندي حتى أخذ له حقه القصد الضعيف 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 أن أرحم المسكينة والضعيف أنت مدير معاون مدير قاضي زلم يمبين مبين مبين ضعيف زلم بده يطلع معاملة قال له أبشر في ناس يا أخوانا الكرام يمكن إذا بيفتل أربعة أيام ما بيعرف يساوي معاملة بسيط درويش قال له هاتا عود قال له أنا بدي أساوي لك ياها في إنسان ما بيعرف وقع تقرير طبي عود ارحمه وارحم ضعفه ليش لأنه أتاه ما أعمى بصره مو بصيرته بصيرته شغاله فقر كاد الفقر أن يكون كفرا الضعفاء أكثر خشوعا وقلوبهم أكثر خلاءا قلبه فاضي درويش ساعدوهم يا أخوانا الكرام المسكين المسكين هو أحسن حال من الفقير الأمة كلها مسكين الأمة كلها مسكين يعني لو لأ الله عز وجل ما جعل العطاء والزكاة والإحسان إلى الأرحام فيه حد بيحسن يعيش مستحيل مستحيل الآن في رمضان أنه الإنسان أن يعيش لولا عناية الله وأمر الله لعباده بصلة الرحم والإحسان إلى الناس وين ما بتشوف إنسان مستضعف لسنه مستضعف ليه مكانته كان بكل صيدلية في درج خاص عنده لما يفوت واحد ما مع حق الدواء أنا أعرف أطباء كانوا يدفعون يعني تروح بدك تتعاين ما بيأخذ منك أول وحدة وفوق منها بيعطيك رشيتها إيش مدفوعة الإجراء يعني بيقلك خذ الدواء هاي الدواء من عنا هيك كانوا كان في محامي لو تنزل بكرة وأنا بساوي لك وكالي وخلاص ولا يهمك أنت أمورك ميسر شو مقابلها أول وحدة دعوة صالحة من قلب طاهر نين هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بعدين هاي هذا بلاء من الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني أنت الغينة فتنة هاي فتنة بشان إيش بشان تدير بالك والفقر فتنة شوف الواحد أنه أخوي اللي من أمه وأبوه معه مصاري هو إيش يعني ما في شيء من القصص المشهورة عن سيدنا بوريرة رضي الله عنه وارضاه سيدنا بوريرة كان يجلس مع أهل الصفة أهل الصفة هن فقراء المهاجرين وكانوا كثر ويلي زار مقام النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام كانت خيام أهل الصفة أنا بحب أجلسنيك والله دائما يعني بجلس وقت الضحاوك أو بعد قيام الليل أهل الصفة هو سيدنا بوريرة والدرويش هو نعدة والنبي كان يعود معه سيدنا بوريرة بروي الحديث بيقول لم أكل منذ ثلاث ثلاث ياما في أكل بمر على واحد من أهل الشام ثلاث ياما بيأكل هل الآن على أهل الأرض لا ندريا إذا كان بإفريقيا أو كذا أما كله خير يا أخوان الكرام الحمد لله وهم بالشام لك بركة لك بس تعالف طار والله كثير من البلاد المسلمة كل إنسان مسلم هيك هيك أخلاقه ثلاث يام ما في قال فجعلت ألصق بطني بالأرض من شدة الجوع عصفير إيش بطنه مو زأزئيت راحت قال فوقفت بعد الصلاة على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الرجل عن آية من كتاب الله لا أريد رأيه ولكن أريد أن يراني عم يعمل تمثيلية إنه بنسألك سؤال أنا وكذا وإيه بل كي بيقول له خود هالتمرات بل كي بيقول له تعالي إلا كعزمك على الغداء قال فسألت أبا بكر قال فلم يفطن لي سأل عن آية قال له والله ما بعرف الجواب هو ما بده الجواب بده غير جواب قال فسألت عمر فلم يفطن لي قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع النبي عليه الصلاة والسلام قال فسألته فقال اتبعني أبا هر شرف كان نديله النبي عليه الصلاة والسلام أبا هر كان نديله على القطط قال فدخلت بيتي فسألت ما عندنا قال أهدي إلينا شيء من اللبن لبن فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبا هر اذهب إلى المسجد وادعوا أهل الصفة روح جيب من سيدنا وريرا لا وجوعانا لا ودعوا جيب من النبي عليه الصلاة والسلام من الأمة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله فذهبوا دعاهم وسقاهم صلى الله عليه وسلم بيده بعد أن دعا بالبركة ثم قال أبا هر اشرب قال فشربت ثم قال اشرب فشربت ثم قال اشرب قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ما عندما حيطلع من وين من أمف قال فشرب صلى الله عليه وسلم من آخر شيء شرب الرسول صلى الله عليه وسلم قصة جميلة وهي وليمة بسموها وليمة لبان يعني مؤكلة شاكرية أكلت لبان بس القصد مين بيعرف بحال الضعيف أهل القلوب هل تفطن لحال أخيك من أمك وأبيك تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع بعض الصحابة يعني عامة الصحابة الدرويش بلاله وصهيب أم اجوا أشراف مكة قالوا له إذا بتساوينا مجلس خاص وهدول بتصرفون وما بيعدوا معنا لأنه هدول ما لهم من مستوانا من أسلم نحن الجاهات العضوات فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية وكان هدول الصحابة بعض الصحابة منهم قال تخرج منهم رائحة بالظاهر يمكن من أهل الصفة وما لهم متزوجين وحر وصيف صار النبي يتمسح فيهم يقول لهم أهلا بمن عاتبني فيكم ربي دول إيش هدول الدروش لك لذلك جعلنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يا أخوانا الكرام أول شيء الأرحام أرحامكم دوروا عليهم مين فيك روح زوره شوف حاله شوف حاله في بيته شوف حاله مع أولاده قدم له وهذا هيك جبرة خاصة من أرحامك من اسم عيلتك ما تتركوهم نحن في رمضان الموظف السائقي اللي عندك الخادمة هدول هدول برك سيدنا عبدالله بن المبارك رايع على الحج وادخر ألفين درهم نفقة الحج راح شاف امرأة تفتشوا عن طعام حتى أتت بميتة أصفور ميت أو دجاجة أو كذا تبيعها راح يتلع عند أولادها وطهتها قال يا أمت الله إنها ميتة قال ميتة ميتة ما في أكل ميتة ميتة عليكم حرام عليكم أم قلنا لما شاهد هذا الموقف قام عشرين درهم رجعته لبغداد وأعطاها كل المال من أجل أن تنفق على أولادها شغلة مو بالحج ولا بالصلاة شغلة بالإحسان إلى الضعيف في ذاك الحج كل ما يشوف يمر واحد بالطواف يشوف عبد الله بن المبارك يسلم عليه لك بعدين لك وينه عبد الله بن المبارك قال السنة ما حج الله قيض ملك من السماء بصورته الناس تراه يحج عنه وإيه ليش لأنه أحسن إلى الناس شوفوا حال الناس الآن في الأيام مين يعني برمضان شهر يزاد فيه من رزق المسلم يعني لازم هيك يعني الدنيا شوب يشرب عصير جبله بردقان جبله سحارة بردقان شو حقها لتالاف ليرة لك شو تلتالاف ليرة لك أخوانا الكرام دوا إذا كان رجلك طلع فيها حساسية أكثر من هيك جبله لو شراب وعصير ودعيلنا جبله من الطيبات يعني ضيفوهم من الطيبات وأكرموهم ودائما هيك دوروا على الناس الطيبين ما حنقول الفقراء طيبين والله الأعدي مع الغني بتأسي القلب ما احترامي للأغنياء أعرفهم وأعرفوا يعني مشاربهم وطرقهم شو تخلص حامض بنزل لك حلوب تخلص حلوب بنزل لك مالح بتخلص ما في شي قل له أمع الصلاة ما بيمده رمضان فلكلور بالنسبة له ليش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على مين قامت على الدرويش على بلال وعلى صهيب وعلى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يطبق وصية النبي وأن أرحم المسكين والضعيف أنت بموقعك وين ما كنت أن كنت رب أسرة أن كنت مدير أن كنت وزير أن كنت قاضي ارحمي الضعيف والمسكين اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتح